النهاردة يعني أعلن عن أسماء الأربع مصريين ضحايا حريق كبير حدث في قبرص في جبال لمسول دي صورهم هم من قرية واحدة في المينيا هم يعني ربنا بقى يرحمهم صمويل ميلاد فاروق عزة سلامة يوسف مرزوء شهدي مرزوء عطية ماجد دانيال يونان راغي لما حصل الحريق الحقيقة الاتحاد الأوروبي بعت مساعدات والحريق انتشر بفعل سرعة الرياح الرهيبة مع درجة الحرارة العالية انتشر في جبال لمسول وانتشر على بعد في محيط 500 متر في 6 تجمعات يعني 6 قرى أو أحياء أو تجمعات انتشر وأيضا قتل ناس كتير أو ناس كتير احرخت موتا وأيضا أصيبوا العشرات السفير المصري لما عرف ان فيه مصريين حقق في قبرص ذهب إلى الموقع الحادث وتولى يعني العثور على الجسد بحيث انها ترجع إلى مصر وطبعا احنا بنعزي أسر هؤلاء أنا بعتبرهم طبعا شهداء غربة وشهداء حريق يعني والأعظم من كده ان مصر اعلنت ايضا النهاردة الرئيس اعطى توجهته بانه مصر تساعد في اطفاء الحرائق في قبرص طبعا احنا عندنا اساسا اتفاقيات مع قبرص اتفاقيات البحر المتوسط اتفاقيات الغاز واتفاقيات التنسيق المشترك في منطقة البحر المتوسط فالمساعدات اللي بتطلع من مصر لقبرص بخلاف انها تنفيذا لازيل اتفاقيات لكنها ايضا بتؤكد دور مصر الحاوي في المنطقة وعودتها مرة اخرى لتؤثر وتكون صوتا فاعلا في المنطقة باشمالها مش في منطقة العرباس لانها في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام بعزي مرة تانية الاسر الشهداء اشتركوا في القناة